حدثنا قوتيبة بن سعيد قال أخبرنا بكر بن مضرى عن أبن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن السلطي عن سهيل أبن البيضاء قال بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا رديفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سهيل أبن البيضاء ورفع صوته مرتين أو ثلاثا كل ذلك يجيبه سهيل فسامع الناس صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن أنه يريدهم فحبس من كان بين يديه ولحقه من كان خلفه حتى إذا أجتمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إنه من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار وأوجب له الجنة حدثنا هارون حدثنا أبن وهب قال حي وتحدثني أبن الهادي الهادي عن محمد يعني ابن إبراهيم عن سعيد بن السلطي عن سهيل أبن البيضاء من بني عبد الدار قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر معناه حثني أبي عن يعقوب بن إبراهيم الزهري قال سمعت أبي يحدث عن يزيد يعني ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن سهيل أبن بيضاء أنه قال ناد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تليلة وأنا رديفه يا سهيل أبن بيضاء رافعا بها صوته مرارا حتى سمع من خلفنا وأمامنا فاجتمعوا وعلموا أنه يريد أن يتكلم بشيء أنه من قال لا إله إلا الله أوجب الله عز وجل له بها الجنة وأعتقه بها من النار حدثنا هارون حدثنا أبن وهبن قال حي وتحدثني يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن السلطي عن سهيل أبن البيضاء من بني عبد الدار قال بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه